اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء والفصل التاني واستكمال التأثير مقاطيس التارك راضي موضوع حلقة النهاردة هنتكلم فيه عن القوة المؤثرة على سلك المستقيم لمرضي طيار عمودي على مجال حلقة النهاردة يريدنا خبالنا هنتكلم فيه عن القوة اللي بقاس على السلك كانت بتتكلم عن سلك فيه كاربا ومحطوط في مجال الغير لو عمودي على المجال هيحصله ايه؟ هنشوفه مع بعض من استنتجها سوا وزي ما اتفقنا يريد نبعد عن التحفيز انا مش هقوله عن فصلتها هنطلع القانون سوا هنطلع حالات لحل المسائل سوا طيب تعالي شوف معايا كده اللي عنها بتاعها في الحلقة دي اللي هو هنكلم عن القوة المؤثرة على سلك السلك ده هيكون مستخيم والسلك ده طبعا مش فادي بيمر فيه بيمر به يمر به طيار كهربي وكمان عمودي استرك نفس الموضوع عمودي على مجال مناطيسي حاولت معاكم اختصر عنوان حلقتنا النهاردة وياريت نعرف الكلام ده بعد ما نقولها هتيجي معاك ازاي اولا عايزة تتخيل الكروس ده كان معناه ايه قبل كده معناه معناه فيه حاجة هنا عمودية على الشاشة انت شايفها ده طب لو انا قلتلك ان ده طيار اي هتقول لي حوالين الطيار في مجال طب المجال ده اعرفه ازاي قاعدة امبير لليد اليوم طب الطيار داخل جوه الصفحة يبقى بيديك اللي مين معايا كده يبقى مجال حوالين هذا السلك شغال كده شغال مع قريب الساعة اهو يبقى الخطوط دي بتقول ان هنا فيه مجال انت مش شايفه عاملت كده زي القرين الطيار وزله الطيار وقرينه الطيار ومجاله ده المجال طيب سيب دي وتعالى نروح لأقصر اقطاب المغناطيس العادية اللي كنا عارفينها قطب شمالي وقدامه هنا قطب جنوري اس انا ما كملتش القطب ده هو ده قطب المغناطيس طب وده القطب التاني لنفس المغناطيس خليك فاكر كأنك موصل دي من تحت كده بشكل حدوة الفرس او حدوة الحصان كلنا كده عارفنا وافتكرنا خطوط الفيدر مغناطيسي بتنتقل من الكطب الشمالي للكطب الجنوبي على مستوى هذا الخط خطوط الفيدر في المنطقة دي الاسهم دي بتقول ان هنا في مجال حلو او طب ما تيجي نحط الشكل بتاع الطيار ده مع المجال عمودي عن المجال هنجمع الاتنين في شكل واحد او كأنك في المعمل وهنعمل العملية دي يعني ايه هرسمهم لك تاني ادي قطب شمالي واده قطب الجنوبي وبنفس اللون اللي معاك ده همسلك خطوط الفيد جاية منين من ان الاس مرة تانية ده بيه بس هنقول عليه بيه واحد ديه واحد بلون تاني هنقول مع بعض انه الطيار سلك الطيار يتزرع هنا في النص في حتة دي والكروس علامة الطيار للداخل اي وبنفس اللون اللي معانا ده على الشاشة اهو المجال بتاع الطيار ده بأنبير اليمين اهو ده مجال تاني غير المجال الاولاني ضيف ده بيه تو خليك فاكر ومن هنا بيه تو اهو ده بيه تو بتاع السلك يبقى انا عندي لونينهم اللون الاولاني الاسود ده ده بتاع المجال الرئيسي اللون الاحمر اللي هنا ده الطيار عامل مجال طيب لو انا تخيلت انه فيه نقطة اسمها اكس مثلا اسأل اكس تخيل معايا اكس عندها مجال ولا مجالين مجالين طيب المجالين دول اتجاههم هم ايه مع بعض ولا ضد بعض معا ولا ضد بعض المجالين اللي انت شايفهم دول في نفس اتجاه المنطقة دي فيها مجالين لما جيبي التوتال بتاع المجالات عند اكس نحسبها سوا بي توتال عند اكس مجالين يبقى انه هصلها جمعهم لانه هم مع بعض هقول كده معاك يبقى بي وان زائد ال بي اتنين بي اتنين كانت بتاعت السلك بي وان كانت بتاعت المنطيس الاصلي طيب ارجع للشكل وتخيل انت زاكن هنا عنده او انت حاطت نقطة وي للمرعبة يا واي من فضلك عندك مجال او مجالين بص معايا والله انا شايف كده عند واي في مجال رايح للشمال في مجال تاني اصلي رايح الى الامين يعني مجالين طب مجالين دول ضد بعض ولا معها بعد اللي في المنطقة دي اللي ايه عند واي ضد بعض يبقى محسرة المجالين اللي هم ضد بعض عند واي بي توتال عند واي هتراحهم لانه هم ضد بعض بي وان ناقص بي تو حلوة النتيجة هنا في الاولى زيادة ولا ناقص البي توتل عند اكس البي توتل والبي توتل عند واي لما انت بتطرح علامة التطرح بتقلل يبقى البي توتل دول انا عايزك تقارنهم مع بعض قارن معي يعترى البي توتل عند اكس اكبر ولا البي توتل عند واي اكبر انا متأكد انك انت وصلت معايا لانه بي اكس اكبر من بي واي وعلى هذا الاساس يبقى السلك ده زيه زيه اي شيء زيه زيه اي كائن زي شخص لابد يتحرك لابد يمشي لابد يتنقل من منطقة الزحمة كسفة الفيدل عالية يتحرك هذا السلك في هذا التجاه من كسفة الفيدل الاعلى الى كسفة الفيدل الاقل عشان نتأكد من الكلام ده اسمح لي زي ما تعودنا مع بعض لو خرجنا بره الفيزياء وفاصل سريع عشر سوين تخليك معي كل شخص فينا دي كم كتف اتنين جميل لو انا واقف في مكان في زحام لو الزحام ده كان جهة كتف اليمين وجهة تانية على يساري او على كتف الايسر اقل زحام اقل زحام لو انا مش واخب بالي هيحصر لي اتزام ولا هيحصر لي خلل هيحصر لي خلل بمعنى ايه؟ هيتأثر الجسم ويتحرك من الزحام الى المنطقة التانية الاقل الزحام طب تتخيلوا كده اللي قلنا ده بينطبك على السلك اللي بيمر فيه طيار بالفعل يبقى السلك المستقيم الذي يمر به طيار الموضوع عمودي على المجال اي مجال بس مش مجاله طبعا وكأنك بتقول السلك الويله لك ويحوك ايها السلك سوف يتأثر هذا السلك بقوة وحركه من منطقة كسافة الفيديو الاعلى من منطقة كسافة الفيديو الاقل وقدر حدد بواسطة قاعدة فيلمج اليسرى وخلي بالك معايا تاني منطقش فيها اليسرى اللي ما بنسلمش بيها او سميها زي ما انت عايز قول معايا قاعدة الاصابع المتعمدة التلاتة كلنا عارفين السبع ده اسمه السبابة الاسبع الوسطى الاسبع اللي بهام التلاتة متعمدين السبابة ويا ريت اكتب على سبعك حتى بي وسبع الوسطى اي وهنا الحركة او اتجاه الاف سأل جدا نتعامل بيها حتى لو انت في اللجنة حاجش هيعزبك حاجش هيعزبك متحر المهم توصل لاتجاهات القوة اللي بتأسه على السلك المستقيم اللي نقول بيه طيار المحروف عبدالله عالمجل يبقى لو انا دلوقتي حالا عملنا التجربة دي مع بعض بقى في المعمل هنوصل للنتيجة ونقول للناس اللي حصل معنا في المعمل واكتب معاك اللي حصل انه السلك يريدنا اخذ بالنا قوي ونركزها قوي وتسجلها معايا السلك المستقيم اللي مواصفاته كان بيمر فيه طيار الذي يمر به طيار الطيار ده رمزه آي والطيار ده كان عمودي من مواصفات اللي حصلت جوه المعمل من التخير مع بعض عمودي على البي مانه بيحصل له ايه بيتأثر بقوة حركته بيتأثر بقوة اف القوة دي عميت فيه ايه تحركه خليك معايا كده بتحركه منين من منطقة منطقة ايه كسافة الفيض البي توتل اللي كانت اعلى زي ما شفناها مع بعض الاعلى الى الى ايه منطقة منطقة تانية اللي هي بي اللي كانت الاقل حلو كده عرفنا السلك بيعمل ايه بيتحرك او بيغرب منين لفين من كسافة الفيض الاعلى الى كسافة الفيض الاقل طب القوة دي اقدر احدد اتجاهها اه طبعا كمل معايا اكتب معايا خلي بالك يمكن تحديد اتجاه القوة بواسطة ايه باستخدام ايه بواسطة قاعدة فيلمينك اليد اليسرى جديدة لا هنفهمها سوا وهنطبقها سوا اليد اليسرى مش بس كده ده كمان ممكن احسب قيمة اف كمان يعني كما يمكن حساب قيمة الاف منين من العلاقة من العلاقة وكلمة العلاقة المقصود بها القانون اللي انتو هتستخدموه وانتو انتو هتستخدموه سوا مفيش مشكلة الاف ده كلنا بتقص على السلك بتساوي شوف كساف ترفيد كانت كام اللي تحط فيها السلك شوف التيار كان شدته قد ايه شوف طول السلك قد ايه شوف الزاوية كانت كام يبقى نقول ساين سيتا وهنا فيه وقفة ليا لازم اعرف من غير ما تسأل من غير ما ترجع للكتاب من غير ما تسأل المدرس بتاعك السيتا دي بصر القانون انت عندك كم كمية في زي دي واحد اتنين تلاتة تلات كميات مين في الكميات اللي كان ليه اتجاه اللي كان ليه اتجاه اقول معك اتجاه المجال طبعا ليه اتجاه الطيار ليه اتجاه طبعا الطول ليه اتجاه لا يبقى السيتا هي الزاوية المحصورة بين مين ومين بين اتجاه الطيار وبين اتجاه المجال ضروري اعرفها اذا لو السلك طياره كموازي المجال يعني السيتة بسفر طبعا سين سفر بسفر يبقى القوة هتبقى بسفر يبقى مفيش قوة الا اذا كان السلك متعامد على المجال وده عقاب السلك اللي تحط في هذا المأزك انت طيار عمودي على المجال ويلوك ايها السلك سوف تتقصر بقوة هتبقى فيك ايه هتحركك منين لفين من المنطقة الزحمة الى منطقة الرائع اه عرفنا موضوع مهم جدا ركز معايا في هذه القصة والقصة دي نطبقها في اي مجال في الفصل التاني والفصل التالي خليك فاكرها سجلها صورها اعمل انت عايشه ضروري قوي نعيش مع بعض التطبيق اللي جاي بكده اذا رجعنا بقى للشكل ده نفس الشكل هقولك على شكل جديد وانت عيش معايا قولي هتعمل ايه ادي ان ادي اس المجال بتاع الان اس كلنا عارفين ده المجال السلك ده مش هعملو كنص هعمل سالب او نقطة وده ايه بقاعدة فيلميج لليد اليسرى طبق معاك فيلميج لليد اليسرى اللي بهام بهام سبع التلاتة السبابة الوسطى بفكرك بتنساش بعد اذنك ضروري نعرفهم السبابة دي لابد تشير الى اتجاه ايه المجال حلوة الوسطى تشير الى اتجاه ايه الطيار باقي معايا واحدة اللي بهام هتشير الى اتجاه الحركة يعي اتجاه القوة اللي هتأثر على هذا السلك نطبقها مع بعض ونشوف اعنا فين المجال من ان الاس سبعك السبابة الشمالي اللي ما بتسلمش بيها الطيار عمو دي على السبورة او على الصفحة او على الشاشة للخارج يبقى القوة اللي هتأثر على السلك دي فين لأعلى القوة الأعلى وخلي بالك معايا بعد اذنك كده ما تلقبتش تاني هاكسها لك اس ان او عطو وعندي هنا الطيار كروس يعني للداخل لما انطبق القاعدة المجال الرئيسي مع السبابة اهو طب الطيار للداخل يبقى انا سبابة ايديك الشمال الناس الطيار بصبع كروس طب للداخل فاضل اقول تجاه القوة مع الابهام يبقى القوة هنا لعلى ما تربطش الامثلة بعضها انت بقى عيش الواقع ده طبقها على كل اسئلتك وكل تطبيقاتك انا ممكن نستنتج القانون مع بعض بسرعة كده الاف اساسا تتناسب مع البي طبعا من غير بي ما فيش اف الاف ايضا تتناسب مع شدة الطيار طرديا الاف تتناسب مع طول السلك طرديا من التلاتة جمع معايا كده من التلاتة دول يبقى الاف تتناسب مع طول السكري مع بي ومع اي ومع ال طب نشيل علامة التناسب ونحط المقدار السابت هيكتب كده اف بتساوي المقدار سابت السابت اهو انا ما اقفش حاجة عنه مضروف فيه مضروف فيه علامة التضربة هي البي والاي والال حلو اهو السابت ده لأول مرة هنا على مستوى المنج بيساوي واحد لانه اما حط واحد هيبقى الاف بيساوي كم بيساوي البي في اي في ال الواحد مش هقصة فيه سجلها معايا بس بشرط الحالة دي حالة خاصة وانا اللي بقول لكم لما يكون الاي عمودي على المجال طب لو الاي ما يلعن المجال لا نراعي ونحلل لو لو المجال مش عمودي على الطيار فيه بينهم زاوية انا عايز العمودي طيب يبقى ناخد السين يبقى الاف تساوي بي اي ال سين سيتا انا قلت من شوية سيتا لابد تكون الزاوية المحصولة بين الاتجاين وعندك الاتجاين انت عارفهم اللي هو بي واي اتفقنا عليها طب لو عملنا مسلس بسيط كده اعز داي الطالبة الشطار هتعمل اي معايا هنا اف وهنا بي وهنا اي وهنا ال طول السن افرط حبيت اقول لك فين البي من المسلس ده هتقول لي بتساوي الاف على الاي في الال طيب اديني وحدة من فضلك كده فوق نيوتن لكل يعني على امبير في متر طيب يبقى دي وحدة ايه طبعا دي وحدة كسافة الفيد دي وحدة كسافة الفيد وكانت قبل كده عبارة عن ايه كان ليها برضو واحدة تانية اللي هي مين تسلا يبقى التسلا برضو بتكافئ نيوتن لكل امبير متر استخدمها كتير وقت محب وبرضو كانت التسلا بتكافئ وبر على متر مربع اللي انت عايشه بقى عندك الوحدات ملعب بتاعك العب زي ما انت عايز ده بيكافئ ده بيكافئ ده عشان ما انتورش في الوحدات ولا بنحفظ وحدات تعالوا معيك كده بقى شوف السلك ده السلك ده بيمر فيه طيار مع السهم ده الطيار ده اشارته اي وان وبقاعدة انبير لليد اليومنا عايزك تملى الفراغات دي وتقول المجال هنا هيبقى ايه مجال بتاع السلك وفي المنطقة دي مجال سلك وفي المنطقة دي برضو السلك ومنطقة دي كمان متزاقش بقى بعد ازنك بي وان وعندك على رأس السلك برضو بي وان جديدة دي اول مرة تسمع الكلام ده بقاعدة انبير لليد اليومنا هنا مفيش مجال او مجال امودة الصفحة للخارج نقطة ما اجبتكش النقطة مش بينة خليها سالم هنا بقاعدة انبير المجال على اليمين كروس يعني للداخل وهنا للداخل طيب وهنا للداخل في اي حيطة للداخل النحية دي طيب وهنا بقى على رأس السلك المسافة سفر يبقى هنا مفيش مجال نزللها كده من فضلك وهنغير اللون بعد شوية واجيب سلك تاني غير ده خليك فاكر بس انسا لحنا عملنا وبعدين بلون تاني كده هوريك سلك تاني اعمل كده ده سلك الاحمر ده سلك اخر بيمر فيه طيار وليكن فيه اتجاه المضاد يعني دي شارة لان ده مين طيار جديد اي تو غير اي وان بالنسبة للطيار ده ليه مجال هو كمان السلكين دول متوازين فيه بينهم مسافة والتكن ديستانس دي ده بين السلكين عشان ما ننساش مع بعض وبنفس اللون الأحمر بتاع القلم اللي احنا مسكينه دلوقتي ده عايزك تقول لي مع نسيانك للمجال الاولاني هعمل دايرة واقول لك بي اتنين هنا وضع ايه بالنسبة للاي اتنين قاعدة انبيل اليد اللي قمنا في ايدك موجب يعني للداخل طيب وهنا مايكش دعاب السلك بي اتنين بي اتنين بتاعة الاي اتنين بانبيل اليمين موجب للداخل هنا بي اتنين عامل ايه للداخل على رأس السلك التاني مجاله هو شخصيا غايد لانه ما فيش مسافة هنا سفر بي اتنين هنا بي اتنين للاي اتنين ام بين اليمين عامل ايه للخارج نقطة او سالب اوقف طيب ارجع هنا خارج السلكين خارج السلكين من فوق هنا فيه كان مجال مجالين طيب يطعي مجالين دول مع بعض ولا ضد بعض ضد بعض يبقى محصرة ايه اتنين دول تديك نتيجة ان المجال توتال هنا مجال توتال اقل حلو قوي طيب خارج السلكين من ناحة التانية اللي انا بأوريه لك دي عكس بعض ولا ضد بعض ضد بعض يبقى محصرتهم تقل ولا تزيد بي توتال هنا بي تي او توتال اقل بتقل ليه ما هو الطرح بيقلل طيب بين السلكين فيه مجالين برضو بس المجالين دول مع بعض هنا بي وان للداخل بي تو للداخل محصرتهم جمعهم لما تجمع هتديك نتيجة كبيرة يبقى بي توتال اللي بين السلكين كبير ولا لأ اعلى طيب احنا قلنا من شوية بقى السلك بتحرك منطقة كساب تفيدل اعلى للأقل يبقى السلك الاسوي الاولاني الاولاني اي وان هتحرك منين من الزحمة للراي يبقى هتحرك على برا اه هتقسر بقوة اف وان طيب السلك التاني اللي هو الاحمر اي تو اي تو هتحرك فين على جانبيه في منطقة فيها زحمة عالية وفي منطقة فيها كساب تفيدل اقل اتفقنا مع بعض قلنا السلك بتحرك منطقة الزحمة للراي يبقى السلك التاني هيتحرك للخارج بقوة تانية اتأثر اي تو اه طب ينفع نحدد بطريقة تانية غير الزحمة اللي احنا عملناها دي اه قاعدة فيلمنج اللي يد اليسرى انا ما تهزرش قاعدة الفلمنج اللي يد اليسرى لما تبقىها على السلك التاني اللي احمر ده اي تو شوف المجال اللي عندها هو عنده كان مجال هم مجالين ولا مجال واحد ده مجال واحد مجال غيره اللون الاسود ده كان بتاع الطيار الاول اما مجاله هو عنده هو مش موجود يبقى السلك التاني ده ده هو عمودي على مجال غيره يتأثر بقوة وينحددها بفيلمنج اليسرى حدد من عندك المجال الداخل ادي المجال الداخل بالسبابة والطيار الناحية دي الطيار بالصباح الوسطى يبقى قوة فعلا للخارج مع ايبهانك تديه لك F2 وبالمثل هنعرفها مع F1 كده دلوقتي قادر اقولك F1 هتساوي B مش بتاعته B التانية في اي بتاعته اي وان السين اللي بينهم اللي بين مين الطيار والمجال لها في الحالة دي هتبقى تسعين حلوه يبقى الF1 لما عوض عن البي اتنين من كل انبير تديني ميو اي التاني على اتنين باي دي انا بس كده وريتك مين دي اللي هي البي اتنين لسه مضروبة في مين اي وان في طول السلك في سين تسعين يعني في واحد وبالمثل هتبقى F2 تساوي تساوي كم ميو اي وان عشان ده المجال للسلك الاول على اتنين باي في الدي اللي هي المسافة بين السلكين في الاي اتنين خاصة بالسلك التاني والتول وسين تسعين برضو بواحد F1 لابد تساوي F2 باي حسابات هتلاقيها مزبوطة قارن القانونين يطلعوا معاك قوتين متساوياتين متضادتين اتجان يعني القوة اللي هنا النوعة ايه النوع القوة دي نوع تنافر وكده عرفنا انه اي سلكين متوازين بيمر بيهم طيار طبعا السلكين المتوازين لو فيهم طيار ولو الطيارين ضد بعض بيستطيعهم تنافر عاوز انت تتخيل لو السلكين بيمر فيهم طيار بنفس الاتجاه يعني فيه توازي بس بنفس الاتجاه يا ترى برضو هيتنافره طبعا لا انت لازم تحدد بقى البيئ بالطريقة اللي احنا مشينا بها ويا ريت تطبق بنفس الطريقة تماما عشان تفهم هيصر بينهم من ايه تجاجب في حالة ايه التجاجب لو السلكين اللي فيهم طيار من اتنين في نفس الاتجاه لكن السلكين اللي هم المتضادين بطيارهم بيتنافر مع بعض عشان كده لو انت تلاحظ الكربائي لما بيجينا البيت وبيعمل سلك بايده بيدفر السلك يعني بيدفر السلك بيلموهم مع بعض لانه بالبطيق بمرور الوقت ومرور الطيار هتلاقي السلكين دول بيبدوا عن بعض يبقى كلامنا واقعي يبقى فيزيتنا وطبيعتنا واقعية من حياتنا وبكده اعزائي الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا معكم الى نهاية حلقة اليوم وحتى نلقاكم على خير لكم مني كل الامنيات الطيبة مع تحيات قصة بنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة